السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى ايه لصحبه اجمعين. بإذن الله في الفيديو ده هنتعرف ازاي نقدر نعمل جدول على الاكسل آآ مع التنصيق زي ما احنا شايفين آآ في الجدول اللي ظهر قدامنا ده دلوقتي. ده كشف مرتبات آآ للعاملين. آآ فاحنا مصممينه بالشكل اللي احنا شايفينه ده وعملن له تنصيق برضو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام? طيب ازاي اقدر اعمل بقى آآ جدول بالشكل اللي ظهر قدامنا ده دلوقتي آآ بمنتهى السهولة لو احنا اول مرة بنتعامل على آآ آآ تمام? طبعا احنا اول ما بنفتح الاكسل لأول مرة بيبقى ظهر عندنا الشيط بالشكل ده. بيفتح معنا بيبقى الشيط آآ بالشكل ده وبيبقى اتجاهه من الشمال لليمين. آآ تمام? طيب انا عايز اعمل دلوقتي جدول باللغاء العربية. فانا عايز اخلي آآ الشاشة تبقى من اليمين للشمال. هعمل ايه? اهم جاي يرايح هنا على آآ و اهم جاي يضغط هنا على شيط تمام? زي ما احنا شايفين كده خلى اتجاه الشاشة من اليمين آآ للشمال. تمام? طيب. دلوقتي بقى انا عايز ابدأ اعمل آآ جدول في الاكسل واعمل التنصيق بتاعه. طيب. اول حاجة هعملها اننا هشوف ايه هي البيانات اللي انا عايز آآ اعملها آآ تمام? وابدأ ان انا اكتب البيانات الاول. طيب. احنا زي ما احنا شايفين الخلايا صغيرة جدا. دي خلايا ودي خلايا. كل دي خلايا. تمام? فالخلايا صغيرة او. انا عايز اكبر الخلايا ديت شوية. علشان اقدر اشتغل على آآ برنامج الاكسل بشكل افضل. واقدر اصمم الجدول بشكل افضل. هعمل ايه? هروح هنا على ده وكليك الشمال. تمام? وابدأ اعمل تكبير للخلايا. تمام? بكبر الخلايا ازاي? بان انا بكبر الاعمدة وبكبر السفوف. طيب الاعمدة آآ مرقمة بالحروف A B C D والصفوف مرقمة بالارقام. تمام? طيب. حاجة هنا على اول عمود ده اللي هو الايه? واروح بالماوس كده لحد ما يبقى مؤشر الماوس كده آآ ظهر بيه علامة زائد. وقوم جاي ساحب كده على الشمال. انا كده كبرت الايه? كبرت الاعمدة. تمام? عايز اكبر السفوف. قوم جاي برضو ضغط هنا في الكورنر. وقوم جاي ساحب كده لحد برضو ما الماوس يبقى بشكل زائد. وقوم جاي ساحب على تحت. تمام? لغاية مكبر الايه? لغاية مكبر الخلية بالشكل اللي احنا ايه? شايفينه ده. تمام? طيب كويس جدا. طيب. دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى? عايز اول حاجة ابدأ اكتب البيانات. طيب. آآ هبدأ اكتب بقى البيانات بس لما اجي اكتب هلاقي ان الخط صغنن جدا. يعني مسلا هعمل هنا مسلسل. زي ما احنا شايفين الخط صغير قوي. تمام? هكتب مسلا هنا اسم الموظف. تمام? طيب هنكتب البيانات بتاعتنا وبعد كده نبدأ نعمل التنصيق. تمام? ادي ميم اللي هي مسلسل. بعد كده اسم الموظف. بعد كده هنكتب هنا الوظيفة. تمام? بعد كده هنا الاجر الاساسي. ماشي. بعد كده هنا بدلات. بعد كده هنا اجر اضافي. بعد كده هنا استقطاعات. بعد كده هنا استقطاعات. تمام? طيب احنا هنا ايه اه 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 الخلايا ديت حجمها كبير اوي فانا عايز اصغرها شوية. هعمل سلسلسل عليها كده كلها. تمام? لغاية استقطاعات وعايز اصغرها شوية. قم جاي برضو رايح لحد ما يبقى الماوس كده اه بعلامة زائد. قم جاي ساحب بقى بدل على الشمال قم جاي ساحب على اليمين. انا كده ايه بصغر شوية. تمام? علشان يبقى ظاهر عندنا في نفس الايه? في اه نفس الشاشة. تمام? طيب قوي. اه احنا كده كتبنا البيانات الخاصة اه بالجدول. طيب انا عايز اعمل ايه بقى دلوقتي? عايز اعمل اه عايز اشوف عنوان الجدول. عنوان الجدول ايه? كشف مرتبات العاملين عن شهر ديسمبر الفين اه تلاتة وعشرين. طيب. هابدأ اوسع ايه الخلية او الصف الاولاني ده اللي هو صف رقم واحد. تمام? وصغر الايه? الصف الايه اللي هو رقم اتنين. طبعا انا بوسع وصغر ازاي? ان انا بروح كده تحت الصف لحد علامة ازاي اديه. ويا اما بطلع فوق اما بنزل تحت. بطلع فوق يعني بصغر. بنزل تحت يعني بايه? بوسع الصف. تمام? طيب. انا ديت كده عندي لغاية من ايه? لغاية الاتش. ده كده ايه? ده كده اه اه. اه اه. اقدر ان انا اعمل تسمية للجدول على الخلية ديت كلها. تمام? طيب. ازاي اعمل بقى تسمية للجدول في الخلية ديت كلها مع بعض? هابدأ اعمل لها دمج. يعني ايه دمج? بعمل تحديد لكل الخلية كلها كده بكليك شمال. وبسحب. وبروح عند هوم. وبروح هنا على حاجة اسمها ميرج اند سنتر. بضغط على كده كليك شمال. فبلاقي الخلية كلها. بقت كأنها ايه? خلية واحدة. وهم جاي يكاتب فيها اللي انا عايزه. فانا عايز اكتب ايه? كشف آآ مرتبات العاملين عن شهر ديسمبر الفين. ههم جاي يكاتب كده. كشف مرتبات العاملين عن شهر ديسمبر الفين تلاتة وعشرين. تمام? طيب زي ما احنا شايفين الخط ايه? الخط نزل تحت خالص كده. طب انا عايز اخليه يطلع فوق شوية. طيب. هعمل ايه الاول? اكبر الاول الخط. هنا من عنده حرف الايه ده. وعليه سهم الفوق. هبدأ اضغط عليه كده حد ما اكبر الخط زي ما انا عايز. تمام? بس انا الخط نزل تحت كده. انا عايز اخليه عالي فوق شوية. اون جاي ضغط هنا اخليه هنا في دغط هنا. اخليه هنا سنتر. تمام? وامجاي طالع فوق كده على ايه? على تمام? زي ما احنا شايفين كده زبط معنا بالشكل ده. تمام? طيب هنا مسلسل ديت آآ كبير عليها العمود ده. او عايز اصغر العمود شوية برضو هنا. لحد ما الموس يبقى علامة زايد وامجاي ساحب على اليمين. تمام? طيب. ايجي بقى اعمل ايه تحديد لي الخلايا ديت كلها وامجاي نازل على حسب بقى عدد الصفوف اللي انا عايزها. وامجاي ضغط كليك يمين. واضغط هنا على فورماد سلز. تمام? وبعد كده عندي هنا آآ هونجاي رايح على هنا. تمام? طيب. هنا مديني الشكل ده ببدأ احدد تنصيقه الجدول زي ما انا عايز. فانا عايز اقول له مسلا الحدود اللي بره ديت عايزها تبقى بالخط التقيل ده. تمام? هنا مديني ستايل. فانا هاختر الخط التقيل ده. وهون جاي ايه? رسم بقى الجدول بنفسه. انا بقول له كل الحدود اللي من بره ديت انا عايزها بالخط التقيل ده. تمام? طيب. وهقوله الخطوط اللي بالطول خليها لي بالخط الاقل دة. داي كده كل اللي بالطول يبقى بالخط الاقل دة. طيب هقول له كل اللي بقى الخطوط اللي بالعرض عايز هي تبقى بالخط الرفاع خالص دة. تمام؟ قم جاي ضغط هنا. بcritك الشمال. فدا كده هاي بقى آآ الستيل بتاع الجدول. قم جاي ضغط هنا على اوكي زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ طيب. بعد كده قم جاي مسلا ايه? هحدد بقى Waldoral كلهم. آآ اللي هو رأس الجدول. قم جاي ضغط كليك يمين. ونزر على وقوله هنا لا عايز اللي تحت ده برضو خط تقيل كده. تمام? اهو. من هنا بختار وقم جاي محدد هنا. وضغط اوكي. تمام? طيب كويس جدا. طيب اللي فوق ده كله بقى او الرأس الجدول ده كله. انا مش عاجبني كده ان الخط يبقى آآ بالشكل ده. انا عايزه يبقى في النص. وايه? ويطلع فوق شوية. تمام? طيب. هم جاي بقى معلم عليهم كلهم كده. وقول له خليلي الخط يعني بضغط هنا على تمام? وخليه مسلا ارفعه فوق هنا شوية. تمام? وخليهولي في كده في النص. زي ما احنا شايفين كده. وقول له خبر لي الخط ده شوية اللي هو خاص برأس الايه? برأس الجدول. تمام? طيب. بعد كده هنا مسلا عند الميم واسم الموظف ديت. هم جاي ضغط على الاتنين دول كده عامل عليهم سليكت الاتنين. وقول له عملهم لدمج علشان اكتب فيهم الاجمالي. تمام? ومجاي يكتب كلمة الاجمالي. زي ما احنا شايفين كده واقدر ان انا اكبر الخط برضو زي ما احنا عايزين كده. تمام? طيب. دلوقتي بقى انا عايز مسلا الون آآ صفوف معينة او اعمدة معينة. عايز الون مسلا اللي هو ميم. ومجاي ضغط عليه واقول له لون لي من هنا. بلون من العلامة دا. تمام? مسلا عايز الونه خليه مسلا باللون ده. مسلا. تمام? والوصف المرتب برضو خليهولي مسلا باللون ده. ماشي? طيب. الاجمالي خليهولي مسلا باللون ده. زي ما انا عايز بقى. ماشي? وهنا اسم الموظف بوظيفة الاجر اسيب بدلات كل ده. خليهولي بلون تاني مختلف خالص. ماشي? زي ما احنا شايفين كده. خلاص? فانا كده اقدرت ان انا اصمم جدول واعمل له تنصيق في الاكسل بمنتهى البساطة. كده بكون وصلت لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.